بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم ادى كاتر عاملين يا ربكم وخير هتلاقوني بقى موجود معاكم على طول زي ما احنا كده قلنا الفترة اللي جاة ان شاء الله هحاول اعملكو فيديوهات كل شوية وزي ما قلنا كده هتكون خفيفة كده ان شاء الله بازن الله. الاخر مرة يا جماعة يعني مش بحتاج اهكد انا ببذل مجهود في الفيديوهات دي وبحاول اه ان انا يعني ابزل اقصى طاقة لايه في الفيديوهات فبس اه محتاج تدعموني شوية بس عشان القناة تكبر واقدر الناس تفيد منها يعني انا اللغة دلوقتي زي ما اقولت لكم لسه ما استفدتش بالقناة فاقدر استفيد منها فليقدر يعمل شيري يعمل اللي يعمل لايكات ويعمل كومنت عشان الفيديو يزهر للناس كتيرة فبالتالي اتشاف مشاهدات كتيرة قناة تكبر بس هتبقى يعني مش حاول اهكد عن نقطة دي تانية هتمنى ان انتم تعملوها اللي يشوف الفيديو ويعجبه ويدوس لايك تمام اه جانا في كومنتات كومنت اه كان عايزنا نتكلم على نقطة الامراض او الحاجات او او الحاجات او الحاجات او الحاجات اللي موجودة عندنا فخلينا نقول كده يعني بمنتهى الاختصار احنا ممكن نقسم الامراض ازاي ودايما انا بحب اقول كده في نقطة دي والميديسين اللي اتنين مع بعض نحاول نعملهم زي البازل كده ندخلهم نركبهم زي الحاجات في بعض ونحاول ناخد تركة كده لكل حاجة ويا حبازة لو شفنا صور ويا حبازة اكتر لو عارفنا اسم المرض بالعربي هيفرق معانا كتير وهتلاقي ان يبقى اسماء كده بالعربي فهتلاقي الحاجة تثبت معانا اكتر وتكون موجودة معانا اكتر يعني في بعض الامراض هنقولها بالعربي او ترجمتها بالعربي فهتلاقي الموضوع ايه بيقرب من دماغنا اكتر وبيبقى موجود في دماغنا اكتر ممكن الامراض او البسولوجيا والحاجات اللي عندنا ممكن نقسمها للكاتيجري مسلا الاوتو اميون ده كده كاتيجري موجود فيه شوية امراض فنقسم الاوتو اميون مع بعض الاوتو اميون آآ من الحاجات اللي موجودة عندنا بتكرر في الامتحان كتير اول حاجة مثلها اللايكن ده اللي هو الحزاز الترجمة بتاعته بالعربي اللي هو الحزاز اللايكن ده مرض اوتو اميون وخلوها كده قاعدة معكم اي مرض تلاقوا فيه كلمة اوتو اميون يبقى بيتعالج بكورتيزون لان ده خلل في المناعة ان مناعة الجسم بتبتدي يتهاجم الجسم نفسه يتهيأ لها ان الجسم ده حاجة غريبة تهيبتدي تهاجم الجسم نفسه فيبقى عندنا اول حاجة اللي هو اللايكن بلانس ده مرض ايه ده مرض مناعي اوتو اميون طيب ايه الحاجات اللي مفروض نعرفها اول حاجة مكانه فين مكانه بيجي على جنبين او على الناحيتين من الفم من جوة يمين وشمال وخلو بالكو معزم الامراض الاوتو اميون بتيجي بايلاترال برضو دي نقطة مهمة هتبقى في غير في حاجات مسلا لو مسلا لو مش عارف حاجة من لو كزا هتلاقوها موجودة في الناحية اللي فيها المشكلة لكن معزم الحاجات الاوتو اميون او اللي هي مسلا الامراض اللي هي بتكون او هريديتري او ورسية زي هنيجي حاجة نقولها برضو مهمة بتكون على الجانبين او على الناحيتين فدي برضو نقطة مهمة يبقى لكن بلاي ناس مفروض اللي هو مرض الحزاز اللي مفروض ان احنا نعرفه ده بيجي على شكل مستراية هتلاقي كده حاجات عاملة زي الشعر اللبيض موجودة على اليمين وعلى الشمال يبقى هو مرض اوتو اميون اسمه الحزاز بيبقى الشكل بتاعه زي الوكهة مستراية الاشكال بتاعته زائد ان هو عنده حاجة مهمة برضو اسمها اللي هو الشكل بتاعته تحت المكروسكوب بتبقى نقطة الاتصال ما بين تحته بيبقى عنده حاجة اسمها بتبقى بتاعته عاملة زي الخملات او زي بيوسموها عاملة زي اسنان المنشار فدي برضو نقطة في الكيوورد بتاعت مهمة جدا يبقى بيكون بيكون الشكل بتاعه حاجات بيضة على ناحية اليمين وعلى الشمال بيبقى برضو يعني لما اجي شد النقطة البيضة عشان في حاجات برضو زي الكنديدة وهنيجي نقولها بعد كده كان بيشدش يبقى نعرف كل حاجة كده عن كل مرض نقطة معينة يبقى اللي هو الحاجات بتاعته او النقط الصغيرة بتاعته او الحاجات الصغيرة بتاعته يبقى الصوت في برضو حاجة تانية بتيجي في نقطة كده بتبقى موجودة جوه في تحت تحت الميكروسكوب اسمها سيفيت بادي دي برضو ديفرينشال دياجنوزز لللايكن باللينس هيتعالج بايه هيتعالج طالما قلنا اي مرض اوتوميون يبقى هيتعالج بالكورتيزون يبقى هيتعالج بالكورتيزون طيب تاني مرض عندنا اللي هو عكس اللايكن اللايكن كلمة ليكو او لايكن يعني حاجات لونها ابيض كلمة يعني حاجات لونها احمر فاللوبس اللي هي بيسموها الزئبة الحمرة دي اللي مفروض تعرفوها فيها اشهر حاجة او اكتر حاجة مميزة بتيجي في الامتحان في اللوبس غير ان هو مرض اوتوميون فهياخد كورتيزون ان هو بيجي شكل بيجي على على المنطقة دي حتة الحمرة كده او شكل عامل زي الفراشة في حمرار على نقطة الخد من هنا او على عضمة الخد من هنا شبه الفراشة او عامل زي الفراشة فبيسموها ده اللي مفروض نعرفه عن اللوبس اللي هي الزئبة الحمرة طيب الحاجة الثالثة عندنا ايه اللي مفروض نعرفه فيها اللي مفروض تعرفه فيها ان هي بتيجي في الشفة بتبقى قرح في الشفة من هنا وممكن تبقى موجودة جوة الفم زائد اشهر حاجة فيها ان الالصر بتاعتها او الخرحة بتاعتها لها شكل مميز ان هي بتيجي زي شكل انسان العين كده يقول لك ودي مهم جدا في يبقى لو شفته كل مرض كده نحفظ له نقطتين تلاتة هنلاقي الموضوع سهل جدا وهيكون بسيط جدا ومش هنحتاج فيه مجهود كبير ما نبتدي نعرف الحاجات المميزة ما تحاولوش تعفزوا الحاجات المتشابهة لان المتشابه مش محتاج ان هو يتحافظ اعرفوا بس الحاجات المميزة كل مرض ليه نقطة مميزة يعني اللي هي حتة لشبه الفراشة هنا اللي احمرها اللي هو الشكل بتاعه لوي كامسترايا والتحت الميكروسكوب عامل زي السوتوس اسنان المنشار اللي هي بيبقى شبه انسان العين القرحة بتاعته زي انسان العين اللي هي طيب فيه اتنين بقى قرحتين او اتنين اوتو اميون بيجوا قريبين من بعض وبقى لهم فترة بيركزوا عليهم في الامتحان اللي هو البنفجاس فالجاريس والبولاس من برين بنفجويت البنفجاس فالجاريس بيصيب الطبقة بتاعت الجلد فلما اجي اعمل النيكوليسكي ساين اللي هو اجيك حد جلدي الكرح تظهر فيه ليه لان المشكلة من داخل الابيساليام من قلب الابيساليام فيبقى معاه علامة نيكوليسكي فيقول لك معاه النيكوليسكي ساين بوستف يبقى ليه لانه بيجي داخل الجلد لكن البولاس من برين بنفجويت بيبقى تحت الابيساليام فبيكون معاه النيكوليسكي ساين ما بتكونش معاه العلامة لانه بيبقى تحت الابيساليام دي برضو نقطة مهمة في الفرق ما بين البنفجس والجارس والبولاس من برين بنفجويت آآ وبتيجي كتير في الاسئلة وبتيجي كتير في الاسئلة آآ في ايه تاني فيه اللي هو البهس الديزيز او في بعض الناس بتقول عليه البهجة الديزيز ده عبارة عن ايه ده عبارة عن قرح فاربع اماكن زائد معاه حاجة اسمها ان هو لما بيكحت ايده القرح بتظهر اللي هي البسيرجي تاست او عنده الحسية بتاعت البسيرجي تاست ايه القرح اللي بتيجي بتيجي قرح فم آآ جلد عين اعضاء تناسولية واوروجينتال واوكيلر وآآ اسكن معاه قرح فاربع اماكن زائد البسيرجي تاست يبقى ده البهجة الديزيز او البهسة ديزيز ده برضو من الحاجات الاوتواميون او الحاجات المناعية في عندنا ايه تاني في الاوتواميون فيه طبعا الجوجرين سندروم ده مشهور جدا ده اشهر مرض بيجيب جفاف في الغدد عموما واللي يهمنا احنا كاسنان الغدد اللعبية هو بيجيب في الغدد عموما واللي يهمنا احنا كاسنان الغدد اللعبية المرض ده اللي تعرفوا عنه بيجي كتير في الاسئلة بيتعالج بايه بيتعالج بدوى يعمل السلايبا اللي هو البيلو كربين بنشوفه بحاجة اسمها الاتنين اللي بنشوفه بيهم بنشوفه بالاوتو انتبادي بالاوتو انتبادي ايه هو ان احنا قلنا المريض ده عنده جفاف او عنده اه مشكلة في كل الغدد بتاعته فبيحطوله زي هنا كده ويحاولوا يخلوه يدمع لو نزل خمسة مل دموع في مدة خمس دقايق يبقى فعلا عنده جفاف في الفم لو نزل عشرة مل دموع في في خمس دقايق يبقى ما عندهوش والغدد بتاعته شغالة كويس وما عندهوش سندروم والتيست ده اسمه ومهم جدا وبييجي كتير جدا جدا في الاسئلة يبقى ده ده طيب اه اه دي كده كانت الاوتو انتبادي او او الامراض اللي هي بيتقال عليها الاوتو اميون ودي تقريبا معظم الكيورد ليها اه 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 لو في اه ان شاء الله ممكن نعمل من الفيديو ده فيديوهات التانية عشان احنا زي ما قولنا مش عايز اطول عليكم في الفيديو عشان تعرفوا تستوعبوا اللي فيه بسهولة وتعرفوا تاخدوا اللي فيه بسهولة فممكن ان شاء الله نعمل بقى حاجات تانية نعمل بقى الامراض مسلا اللي هي اللي هي علاقة الامراض زي الترجمنا والحاجات التانية فممكن نعملها في فيديو تاني وتالت ممكن الفيديو ده نقسمه اجزاء لو عجباتكم الموضوع اكتبولي في الكومنتات ونكمل الاجزاء بتاعته لو مش عجباتكم قلولي عايزين نتكلم في ايه وننقل على نقطة تانية او حاجة تانية مش ااكد تاني على الدعم بتاعكم اللي يشوف الفيديو اعجبه ويدوس لايك اعملوا شير انشروا الفيديو بين صاحبكم ويكلموا الناس عن القناة بتاعتنا عايزين القناة تكبر زي ما قلنا وشاكر لكم جدا ويا رب اشوفكم بخير واشوفكم دايما مبسوطين والسلام عليكم من اشتركوا في القناة